المركبات العاملة على الطاقة الكهربائية تشهد ارتفاعا في حجم الطلب في السوق المحلية بحسب ما أظهرت آخر الأرقام الصادرة عن هيئة مستثمرين مناطق الحرة المؤشرات أظهرت ارتفاعا ملحوظا في حجم الطلب على المركبات الكهربائية في أول سبعة أشهر من العام الحالي لتصل إلى 8,648 مركبة وبرتفاع 228% عن ذات الفترة من العام الماضي الذي سجل ارتفاعا بنسبة 14% حيث تم التخليص على 2670 مركبة بعد أن بلغ حجم التخليص في عام كورونا على 2343 مركبة أما حصة المركبات الكهربائية من إجمال ما تم التخليص عليه خلال سبعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 30% وهو مساوي لحصة المركبات العاملة على البنزين بنسبة 30.1% أما الهايبرد فحصتها لم تتجاوز 20% ترجمة نانسي قنقر